بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إخواني مهندسي الحماية الرقمية في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو التاسع والسبعون والخاص بمنهج السيكيوريتي بلس شاهد تعلم واستمتع الاختلافات الأساسية وأساليب التشفير ذكرنا فيما سبق الاختلافات بين التشفير المتماثل والغير متماثل وتشمل الاختلافات طول المفتاح واستخدام مفتاح واحد أو مفاتيح متعددة وفي بعض الحالات قد لا يتم استخدام مفاتيح وكذلك سرعة التشفير وقد يعتبر طول مفتاح التشفير هو أهم نقطة في الحماية ويتم تحديد طول المفتاح المناسب وفقا لتقدير مسؤول المفتاح بحيث من المهم فهم قدرات خوارزمية التشفير التي سوف تقوم باستخدامها واختيار طول المفتاح الذي يوفر مستوى مناسب من الحماية ويمكن تحديد طول المفتاح المناسب عن طريق قياس الوقت اللازم لكسر التشفير وبشكل عام كلما كانت بياناتك أكثر أهمية كلما كان المفتاح أطول كذلك يوجد دينا النمو السريع لقوة الحوسبة حيث ينص قانون مور على أن الحوسبة تتضاعف كل 18 شهر تقريبا فإذا كانت أجهزة الكمبيوتر الحالية تأخذ سنة واحدة لكسر كود تشفيري فبعد ثلاث سنوات سوف تتمكن أجهزة الكمبيوتر من كسر الكود التشفيري في ثلاثة أشهر وبالتالي إذا كانت البيانات حساسة عندها يجب زيادة طول المفتاح كل فترة زمنية هاشنغ الهاشنغ أو التجزئة هي نوع من التشفير ولكنها ليست خوارزمية التشفير حيث تستخدم الهاشنغ في إنتاج رقم تعريف فريد يعرف بالهاش فاليو وكذلك يعرف بالتشيك سم والماك هاش فاليو وهاش وعندي تشيك سم وعندي الماك اللي هي اختصار لي message authentication code أيضا من ضمن التسميات عندي البصمة بصمة الأسبوع وعندي هنا بصمة الإبهام وأيضا ممكن يطلق عليها message digest of data أو message digest للبيانات يتم استخدام الهاشنغ للكشف عن سلامة البيانات أو عدم سلامتها حيث أن الهاشنغ هي عملية رياضية تتم على البيانات المتحركة أو الثابتة وينتج عنها قيمة هذه القيمة هي التي ستحدث هل البيانات سليمة أم حصل لها تغيير فمع البيانات المتحركة والتي يتم تبادلها فيما بين الأجهزة عبر الشبكة فالجهاز المرسل للبيانات قبل أن يرسل البيانات يقوم بإجراء عملية حسابية على البيانات هذه العملية ينتج عنها قيمة اللي هي الهاش فاليو والتي يتم إضافتها مع البيانات ومن ثم إرسالها عندما يستقبلها الجهاز المرسل إليه فسوف يقوم بإجراء نفس العملية الحسابية على البيانات بعدها تظهر قيمة الهاش فاليو ويقوم بمقارنة الهاش فاليو التي لديه بالهاش فاليو التي تم إرفاقها مع البيانات من قبل الجهاز المرسل إذا كانت القيمتين متطابقتين فذلك يعني أن البيانات سليمة لم يحدث لها زيادة أو نقصان فيتم استلامها أما إذا كانت القيمتين غير متطابقة فذلك يدل على عدم سلامة البيانات حيث حدث لها تغيير بإضافة أو حذف أثناء طريق إرسالها من المرسل إلى المرسل إليه أما إذا كانت البيانات ثابتة أي مخزنة في وسط تخزين مثل القرص الصلب فيتم إجراء عملية الهاش لإظهار الهاش فاليو وبعد فترة زمنية مثلا أسبوع يتم إجراء عملية الهاش على القرص الصلب وإذا نتج عندي هاش فاليو مختلف فذلك يعني أنه حدث تعديل للبيانات المخزنة عندي هنا الصورة التالية هذا كمثال لعملية حساب قيمة الماك اللي هي عملية هاشنغ بواسطة المرسل والمرسل إليه باستخدام نفس خوارزمية الهاش عندي هنا البيانات بيقوم الجهاز المرسل بإضافة ماك فاليو طبعا هو بيجري عملية حسابية على البيانات وبينتج عنها ماك فاليو ممكن نسمي أيضا هاش فاليو فهنا نتج الناتج هو حرف الايه فيتم إرفاقه مع البيانات عندي هذه المسج أو البيانات المرسلة وعندي هنا الماك فاليو هو ايه الجهاز اللي يستقبل البيانات رح يقوم بإجراء نفس العملية الحسابية اللي قام بإجراءها الجهاز المرسل للبيانات بعد ذلك إذا كانت القيمة متطابقة يعني إذا كانت ايه أو يعني متطابقة أو متعادلة فعندها البيانات سليمة ورح يتم قبولها طيب لو كانت اي قيمة مع عدل ايه مثلا سي دي فعندها رح يتم رفض هذه البيانات لأن هذه البيانات حصل فيها تغيير فبالتالي يتم حذفها لأنها أصبحت بيانات غير سليمة وعلى عكس التشفير الذي يقوم بتحويل البيانات إلى نص مشفر فالهاشنج ينتج عنه عملية رياضية تتم على البيانات وتنتج لنا الهاش فاليو دون تحويل البيانات الأصلية وبسبب الميزة التي يقدمها الهاشنج فقد جعلت منه آلية للتحقق من سلامة البيانات سواء مثل ما ذكرنا البيانات الثابتة أو المتحركة كذلك تستخدم مع النسخة المكررة من مجموعة من البيانات مثال عندي في التحقيقات الجنائية الرقمية يتم تصوير القرص الصلب لإنشاء نسخة مكررة تبقى الأصل ليتم العمل على النسخة والاحتفاظ بالنسخة الأصلية ونستطيع من خلال الهاشنج إجراء العملية الرياضية على النسخة والأصل للتأكيد أنهما طبق الأصل ولم يحدث عبث في إحداهما لأنها تعتبر من الأدلة اللي ممكن يتم حتى استخدامها كأدلة جنائية فيجب التأكد من أن لم يتم التلاعب بهذه الأدلة والأدلة هنا يعبار عن البيانات الموجودة في داخل القرص والنسخة اللي تم الحصول منها على داخل القرص والهاشنج يثبت لها إذا كان تم التلاعب أم لا تقوم الهاشنج بأخذ بيانات متغيرة الطول وتنتج الهاش فاليو رح تنتج لهاش فاليو ثابت الطول فمثلا الـ MD5 هي خوارز 100 هاش بطول 128 بيت هذا يعني أنه بغض النظر عن حجم البيانات فسوف تكون دائما طول الهاش فاليو هي 128 بيت وقوة الهاشنج تتمثل أنه يتم تنفيذها في اتجاه واحد فقط مما يجعل غير ممكن رياضيا تحويل الهاش فاليو إلى بياناتها الأصلية بحيث إذا حصل شخص ما على الهاش فاليو الخاصة بك فلا يمكنه إعادة إنشاء البيانات الأصلية التي أنتجت الهاش فاليو مما يجعل الهاش فاليو أو عملية الهاشنج لا تستخدم فقط حصرا على عملية التأكد من سلامة البيانات وإنما أيضا لها استخدامات أخرى مثل أن يتم استخدامها في عملية التبادل الآمن لكلمة السر حيث بدل أن يتم تبادل كلمة السر بشكل صريح أو نص واضح يتم من خلال الهاشنج تبادل كلمة السر فيما بين طرفين من خلال تحويل كلمة السر إلى هاشنج فاليو أو إظهار قيمة الهاشنج فاليو الخاصة بكلمة السر وإرسالها للجهة الأخرى التي ستقوم بإجراء عملية حسابية على كلمة السر المخزنة لديها فإذا أنتجت نفس الهاش فاليو فذلك يعني مطابقة كلمة السر وأن كلمة السر اللي تم إرسالها صحيحة هنا لدينا جدول خوارزميات الهاش المعروفة وطول الهاش فاليو بالبت عندي هنا بالنسبة للس ايش اي وان طوله 160 بت يعني لما نقول طول الهاش فاليو مثل ما ذكرنا البيانات تتغير ما عندي مشكلة لكن اللي رح ينتج عنها القيمة الهاش فاليو رح تكون ثابتة يعني مثلا الاس ايش اي وان 160 سواء كانت مثلا البيانات عبارة عن كلمة واحدة أو عبارة عن كتاب بأكمله فرح ينتج عن عملية الهاشنج قيمة يعني هاش فاليو بقيمة او بحجم 160 بت سواء كانت كلمة او كتاب طي ونفس الكلام طبعا مع جميع الخوارزميات اللي بتستخدم كهاش عندي هنا الاس اتش اي 224 بيعطيني هاش فاليو بحجم 224 بت عندي اس اتش اي 256 بيعطيني 256 بت عندي اس اتش اي 384 بيعطيني 384 بت عندي اس اتش اي 512 بيعطيني 512 بت عندي SHA 3224 بيعطيني 224 بيت عندي SHA 3256 بيعطيني 256 بيت عندي SHA 384 بيت عندي SHA 3512 بيعطيني 512 بيت عندي MD5 بيعطيني 128 عندي MD4 بيعطيني 128 عندي MD2 بيعطيني 128 عندي RIPEMD 160 بيت أما عندي HMAC فهو متغير مش ثابت وهذه ممكن تكون أول مرة نشوفها مع الخوارزميات اللي موجودة عندك خوارزميات تشفير أنه هنا القيمة اللي بيظهرها HMAC تكون متغيرة غير ثابتة عندنا HAVAL واللي أيضا بتستخدم MD5 بتعطيني طول هاشنج مختلف يعني عندي 128 مية وستين مية واثونة وتسعين ميتين واربعة وعشرين وميتين وستة وخمسين بيت إذا نحن نستطيع عندي نقس لو حنقسم عندي مثلا الأغلبية هنا هي كلها تعتبر SHA بس طبعا بإصطارات مختلفة وهذه عندي الثلاثة اللي هنا تعتبر كلها MD ولكن بإصطارات مختلفة وطبعا أفضلها الإصطار الخامس أو أقواها وفقا للRSA Security المتطلبات الأساسية الخمسة لوظيفة الهاش التشفيرية هي كالتالي عندي هنا رقم واحد يمكن أن يكون الإدخال بأي طول رقم اثنين ما سوف يخرج من الهاش فهو بطول ثابت رقم ثلاثة عملية الهاش هي سهلة نسبيا لحساب أي مدخلات يتم إجراء عملية الهاش عليها رقم أربعة عملية الهاش هي اتجاه واحد مما يعني أنه من الصعب تحديد المدخلات التي أظهرت ما تم إخراجه رقم خمسة عملية الهاش خالية من التصادم وهذا يعني أنه من الصعب للغاية العثور على الرسالتين تنتج نفس قيمة التجزية ومع ذلك فهذا لا يعني الهاش محمية بالكامل من الهجمات فهجمات الهندسة العكسية وعكس مطابقة الهاش المعروفة باسم هجمة جدول قوس القزح أو هجمة عيد الميلاد حيث يستغل أنه لو كان هناك رسالتين متطابقتين في البيانات عندها سوف ينتج عن ذلك هاش فاليو متطابقة مما يساعد في كشف المدخلات التي نتج عنها الهاش فاليو بالنسبة لي السولت هي عبارة عن بيانات سرية تضاف إلى مواد الإدخال قبل عملية الهاشنغ مما يجعل عملية تحليل الهاشنغ أكثر تعقيدا وكثافة حسابية ومن الممكن أن يكون السولت جزءا من نظام المساطقة مثل نظام لينيكس والعديد من المواقع الإلكترونية وهو ليس مدعوم على أنظمة ويندوز إضافة السولت كأحرف إضافية إلى كلمة السر قبل عمل هاشنغ يجعل من الصعب على المهاجم كسر كلمة السر بالنسبة للآيفي وهي اختصار لناقل التهيئة هو رقم عشوائي يضاف إلى عملية التشفير من أجل إضافة المزيد من الفوضى إلى نص التشفير الذي سوف يتم إخراجه ويجب أن يحصل الجهاز المستلم بطريقة أو بأخرى للآيفي التي تم إضافتها بالإضافة إلى مفتاح التشفير وبالترتيب من أجل أن يتم فك التشفير وإزالة الآيفي المضافة عند النانس ويطلق عليها أيضا الرقم المستخدم مرة واحدة هو مصطلح رياضي بحيث يتم استبدال عنصر أو عنصر نائب كرقم عشوائي يتم إضافته في الصيغة عند معالجتها والآيفي هو مثال للنانس التشفير الكمي وهي من الطرق الجديدة في التشفير وتعتمد على الخصائص الفيزيائية في التشفير مثل الضوء حيث يعمل كموجة وجسيم وبيعطي حماية للاتصال من التنصت لأن التنصت سوف يؤدي إلى إطلاف البيانات مما يجعل من المستحيل على المهاجم جامع البيانات والسماح الذي المرسل إليه باكتشاف محاولات التنصت الخوارزميات الضعيفة أو المهملة وهي الخوارزميات الضعيفة أو المهملة التي من المعروف أن فيها عيوب أو تلك التي تم التغلب على الحماية التي تقدمها من خلال قدرات الحاسوب لأجهزة الكمبيوتر أمثلة عليها عندي خوارزميات الـ DES وعندي خوارزميات الـ 3DES وعندي الـ RC4 هذه كلها أمثلة على خوارزميات تشفير ضعيفة أو مهملة مهملة لأنه أصبح الضعيفة وأصبح الضعيفة لأنه أصبح من الممكن كسر التشفير الذي تقوم بتقديمه عندي الـ Key Exchange أو تبادل المفتاح يتم تبادل المفاتيح داخل النطاق في قناة الاتصال الحالية والمسار المستقر وقالبا ما يتم اعتباره أقل أمانا لأن هناك خطر كبير من أن يتم التنصت أو أن يكون هناك هجمة شخص في المنتصف بحيث يكون قادر على التقاط أو اعتراض عملية تبادل المفاتيح لذلك يتم تبادل المفاتيح خارج النطاق أي خارج قناة الاتصال الحالية أو المسار الحالي مثل أن يتم التبادل من خلال قناة ثانوية عبر تقنية تبادل مؤمنة خاصة في القناة أو مع تقنية مسار منفصلة تماما تبادل المفتاح خارج النطاق يعتبر بشكل عام أكثر أمانا لأن المخترق سيقوم بمراقبة قناة الاتصال الأساسية والاحتمال الضعيف في أن المخترق يراقب مسار الاتصال البديل أو المنفصل وبالإضافة إلى استخدام قناة اتصال بديلة أو منفصلة يتم أيضا استخدام واحدة من حلول تبادل المفاتيح الغير متماثل وهي مثل المغلفات الرقمية أو الديفي هلمن ويوجد لدينا طرق تبادل المفاتيح الفيزيائية وهي مزامنة الـ NFC أو التبادل عن طريق البلوتوث أو مسح كود الـ QR التوقيع الرقمي التوقيع الرقمي هو آلية إلكترونية لإثبات أن الرسالة قد تم إرسالها من شخص معين مما يوفر عدم الإنكار أو يعني يوفر عدم الإنكار وأن الرسالة لم يحدث لها تغيير أثناء انتقالها من المرسل إلى المرسل إليه مما يوفر سلامة البيانات التوقيعات الرقمية تعمل باستخدام خوارزمية الهاش وتعمل مع حلول التشفير المتماثل والغير متماثل خطوات عمل التوقيع الرقمي باستخدام حلول التشفير المتماثل هي كالتالي رقم واحد المرسل يكتب الرسالة رقم اثنين يقوم المرسل بحساب الهاش الخاص بالرسالة رقم ثلاثة يستخدم المرسل الشيرت كي والمفتاح المشترك واللي يطلق عليه أيضا المفتاح المتماثل لعمل تشفير للهاش رقم أربعة يقوم المرسل بإرفاق الهاش المشفر بالرسالة رقم خمسة يتم إرسال حزمة الرسالة كاملة إلى المرسل إليه رقم ستة يقوم المستقبل للرسالة باستخراج الهاش المشفر من الرسالة رقم سبعة يقوم المستقبل للرسالة باستخدام الشيرت كي لفك تشفير الهاش رقم ثمانية يقوم المستقبل للرسالة بحساب الهاش للرسالة رقم تسعة يقوم المستقبل للرسالة بالمقارنة فيما بين القيمتين الخاصة بالهاش من ناحية خطوات عمل التوقيع الرقمي باستخدام حلول التشفير الغير متماثل فهي كالتالي رقم 1 يقوم المرسل بكتابة الرسالة رقم 2 يقوم المرسل بحساب الهاش الخاص بالرسالة رقم 3 يستخدم المرسل الـ Private Key الخاص به لتشفير الهاش رقم 4 يقوم المرسل بإرفاق الهاش المشفر بالرسالة رقم 5 يقوم المرسل بإرسال حزمة الرسالة كاملة إلى المرسل إليه رقم 6 يقوم المستقبل للرسالة باستخراج الهاش المشفر من الرسالة رقم سابعة هي يقوم المستقبل للرسالة باستخدام الـ Public Key لفك التشفير والـ Private Key الخاص بالمرسل بحيث يتم إظهار الهاش من خلال التوقيع الرقمي رقم ثمانية يقوم المستقبل للرسالة بحساب الهاش للرسالة رقم تسعة يقوم المستقبل للرسالة بالمقارنة فيما بين القيمتين الخاصة بالهاش وبالتالي نلاحظ هنا أن العملية اختلفت ما بين التشفير المتماثل والتشفير الغير المتماثل مع التوقيع الرقمي من ناحية استخدام مفتاح واحد أو استخدام مفتاحين في كلتا الحالتين مع التشفير المتماثل والغير متماثل إذا كانت قيم الهاش متطابقة فسوف يتحقق المستلم للرسالة بأن الرسالة هي مرسلة من المرسل إليه أو مرسلة من قام بإرسال هذه الرسالة وأنه لم يتم التغيير فيها أما إذا كانت قيم الهاش غير متطابقة فلن يكون لدى المستلم للرسالة تحقيق أو تحقق من أنها من المرسل ومن أنه لم يتم التلاعب بها إذن التوقيع الرقمي لكي يتحقق بتم استخدام عملية الهاش والتوقيع الرقمي بيعطيني عملية مساطقة على أن هذه الرسالة هي من المرسل من قام بإرسالها وبأنه لم يتم التغيير فيها المغلف الرقمي أو نقدر نقول عنه أيضا الظرف الرقمي من العمليات البديلة المستخدمة مع مفتاح التشفير العام عندما يكون هناك حاجة إلى سرية الاتصال لتبادل المفتاح المتماثل فلدينا نوعين نوعين اللي هو نوع الأول استخدام خدمة التبادل مثل الديفي هلمان والنوع الثاني إنشاء مفتاح محلي وتبادله باستخدام مغلف رقمي وإرساله إلى المرسل إليه بحيث يكون المرسل إليه هو وحده فقط القادر على فتح المغلف الرقمي ليحصل منه على المفتاح حيث أن المغلف الرقمي هو مصمم باستخدام المفتاح العام الخاص بالمرسل إليه ويتم فتحه باستخدام المفتاح الخاص اللي هو البرائفت كي للمرسل إليه مما يوفر الحماية للسرية ومساطقة المستلم عندي هنا ديفوجين أو اللي معناها الإسهاب أو الإضافة وهي خاصية أو وظيفة تقوم بها خوارزمية التشفير لضمان أن التغيرات الصغيرة التي يتم إدخالها في نص واضح سوف تؤدي إلى تغيرات كبيرة في النص المشفر الذي سوف يتم إخراجه وتعمل هذه الخاصية على تقليل الإفصاح عن المعلومات بسبب تكرار التشفير لنفس البيانات أو لبيانات مشابهة وأغلب الخوارزميات الحديثة تنفذ عملية الإضافة confusion أو الخلط أو الإيرباك وهي خاصية أو وظيفة تقوم بها خوارزمية التشفير لضمان أنه لن يتم الكشف عن معلومات تفصيلية حول المفتاح المستخدم في عملية التشفير بحيث إذا قام المخترق بتحليل النص المشفر فلن يكشف النص المشفر عن معلومات حول المفتاح مثل طوله أو محتواه وأغلب الخوارزميات الحديثة تقوم بتنفيذ الخلط collagen أو تساطم يحدث التساطم في التشفير عندما تنتج مجموعتين بيانات مختلفتين نفس قيمة الهاش ولكن مع وجود خاصية الإضافة أصبح من غير المحتمل حدوث التساطم عندي إخفاء المعلومات هي عملية يتم من خلالها إخفاء أحد الاتصالات داخل اتصال آخر ومن الممكن أن تكون العملية بسيطة مثل إخفاء كود داخل جملة هذا الكود من الممكن استخراجه من خلال قراءة كل الكلمة خامسة فقط أو أن تكون عملية الإخفاء معقدة مثل إخفاء مستند نصي داخل فيلم أو ملف صوتي أحد أكثر أشكال إخفاء المعلومات استخداماً هو إخفاء النص داخل الرسومات كذلك من الممكن استخدام إخفاء المعلومات للكشف عن السرقة أو الاحتيال أو التعديل عندما تكون المعلومات المخفية هي العلامة المائية التشويش وهو عمل تشويش على الاتصال لا يتم التعرف عليه من قبل الآخرين ولا يتعرف عليه إلا المرسل إليه تشفير البلوك أو الكتلة وتشفير التدفق التشفير المتماثل لديه نموذجين فرعيين وهما تشفير الكتلة وتشفير التدقيق بالنسبة لتشفير الكتلة فيتقوم بعمل تشفير لكامل الرسالة دفعة واحدة في نفس الوقت أما تشفير التدفق اللي هو الستريم فهو على كل بت من الرسالة وإرسالة على شكل التدفق إلى المرسل إليه بدلا من إرسالة دفعة واحدة إلى المرسل إليه وعملية التشفير سوف تتم بنفس الطريقة في كلا النوعين بس الفرق من ناحية الكمية هل رح يتم التشفير ككتلة أم حيتم التشفير كتدفق منصات المرة الواحدة وهي من أساسيات العديد من أشكال التشفير الحديثة من السل إلى الـ IPSEC إلى التوكنز الخاصة بكلمات السر الديناميكية المستخدمة لمرة واحدة الفكرة هي أن المنصة سوف تحتوي على رموز أو مفاتيح عشوائية ولا تتكرر بحيث يتم استخدام كل مفتاح أو رمز مرة واحدة لإجراء عملية واحدة ويتم التخلص منها ولا تكون صالحة للاستخدام مرة أخرى قوة المفتاح قوة المفتاح الرئيسية تعتمد على كل من الطول والعشوائية وغالبا ما يتم قياس قوة المفتاح في التنبؤ بمقدار الوقت أو الجهد الحسابي في محاولة كسره بهجوم القوة الغاشمة كذلك عندما يكون المفتاح عشوائي فإن ذلك يزيد من صعوبة كسر المفتاح كذلك لا ينبغي إعادة استخدام المفاتيح بين الرسائل والجلسات ولا ينبغي تحديد المفتاح في نمط معين أو بتزايد متعاقب مفاتيح الجلسات هي مفاتيح التشفير المستخدمة لجلسة الاتصالات وغالبا يتم إنشاؤها بشكل عشوائي ويستخدم المفتاح لجلسة واحدة فقط وهي غالبا مفاتيح متماثلة والأكثر شيوعا هي تلك المستخدمة بواسطة الـ SSL والـ TLS هجمة التخمين تستهدف أو تقوم باستهداف محاولة تخمين مفتاح الجلسة لكي يتم التمكن من اكتشافه وكسره وما يساعد هذه الهجمة هي طول الفترة الزمنية لاستخدام مفتاح الجلسة لذلك الطريقة للتسطي لهذه الهجمة هي استخدام مفتاح الجلسة لفترة زمنية محددة بحيث عند انتهاء هذه الفترة يتم استبدال مفتاح الجلسة بآخر مفتاح سريع الزوال وهي مفاتيح التشفير التي تزول بسرعة بخلاف المفاتيح الثابتة وهي ميزة أمنية الخوارزميات السرية هي خوارزميات يتم إخفاء محتواها وآلية عملها عن العامة ويتم حظر تحليلها أو تقييمها من قبل أطراف ثالثة غير مصرح بها وتذواجت هذه الخوارزميات لدى الجهات الحكومية والعسكرية والاستخبارية هذه نقطة قوة وضعف في نفس الوقت نقطة قوة كونها سرية لكن هذه نقطة ضعف أيضا من ناحية أن الخوارزمية العامة لما تكون عامة ومعروفة طريقة عملها راح تخضع لمحاولات الكسر وإيجاد العيوب ممن يقوموا بالاختبارات أو عن طريق الهجمات فبالتالي عند اكتشاف العيوب فيها عنده يتم اكتشاف ذلك بسرعة فيتم تصحيح هذه العيوب أو التخلص من الخوارزمية أما مع الخوارزمية السرية فلن يسمح إلا الأطراف خارجية قليلة بتقييم الخوارزمية وبالتالي إذا كان هناك عيوب أو ثغرات فقد لا يتم اكتشافها بسرعة أو قد يتم كشفها من قبل المهاجمين قبل أن تعرف بذلك الجهة المستخدمة البيانات في حالة العبور وهي البيانات التي تمر من خلال شبكات الاتصالات ويتم اختيار خوارزميات التشفير المناسبة للبيانات العابرة أو البيانات في حالة العبور البيانات الثابتة وهي المخزنة بشكل ثابت على جهاز التخزين وهنا يتم استخدام خوارزمية تشفير للبيانات الثابتة مثل تشفير الملف أو تشفير لكامل محرك الأقراص الموجودة فيه البيانات قاعدة البيانات وتشفير الملفات الفردية يستخدم لتشفير قاعدة البيانات ولدينا منتج الدي بي ام اس هذا منتج بيستخدم لتشفير قاعدة البيانات ويتضمن ميزات تشفير ويفضل أحيانا أن يتم استخدامه لتشفير كامل محرك القرص الصلب بالكامل ويقوم الدي بي ام اس بدمج وظائف التشفير مباشرة على قاعدة البيانات ونجد الدي بي ام اس في أغلب قواعد البيانات مثل أوراكل وعندي أيضا مايكروسوفت سكيو إل ويقدم الدي بي ام اس تشفير كامل لقاعدة البيانات وهو الأقوى أو تشفير الملفات بشكل فردي وهو الأقل في القوة البيانات المستخدمة هي البيانات التي يتم معالجتها بنشاط من قبل تطبيق معين وهي بتكون آمنة في حال كانت البيئة سواء كانت البيئة الفيزيائية أو البرمجية آمنة معا توليد عدد عشوائي أو زائف مولد الأرقام العشوائية هو جهاز أو نظام يمكنه إنتاج أرقام لا يمكن التنبؤ بها بشكل معقول أما مولد الأرقام العشوائية الزائفة هو جهاز أو نظام والذي يقوم بإنتاج أرقام من الممكن التنبؤ بها في مواقف محددة أو تحت ظروف محددة تمدد المفتاح هي مجموعة من التقنيات التي يمكنها أن تأخذ مفتاح أو كلمة سر ضعيفة وتمديدها لتصبح أكثر أماناً عندي هجمة مثل هجمة القوة الغاشمة طبعاً هذه بتكون مفيدة معاها فكرة تمدد المفتاح ويشمل امتداد المفتاح إضافة حسابات متكررة على المفتاح مما يزيد من قوته من الأمثلة الشائعة على امتداد المفتاح هو عندما يكون لدينا كلمة سر ناموديجية تتكون من 8 إلى 12 خانة يتم تمثيل من 64 إلى 96 بيت ولضمان حماية معقولة ولفترة أطول فيجب أن يكون مفتاح التشفير المتماثل 128 بيت على الأقل فتتم عملية تمديد للمفتاح ليصل إلى 128 بيت إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر